اول حاجة من القرارات مجلس دارة نادي الزمالك قالك لا تراجع في قرار اخسته ومش هجدد لطرق حامل واللهي لا عب انت بتقول بيتهرب من اللي هو يقعد معاه ما يعرفش قيمة نادي الزمالك شكرا شكرا طلع السي في هتولي الاركام اخد بطولة افريقيا خلانا اتكلم بصراحة كفا دلع سندنا وقفنا تخيال الاعلام كله اقولوك على سير انا جبت اكتر من اه في قصة المنتخب لما استبعد استبعد طرق حامل من المنتخب اه افشا لكو ان تتخيلوا لجماهير الزمالك كان بتدفع على افشا ومحمد شريف والصفحات الاهلوية كان بتدفع على طرق حامل كل البرامج بدون استثناء منهم هنا ازاي خدوا معاك خليه موجود ساعتها بنبقى كويسين وزي الفل والبرنامج وبتسندوني انا بشكركم ولما نقول حاجة صح البرنامج ده وحش وبيوقعني وعايزني لا يا فان ما بتمشيش كده احنا لعبت كرة وفاهمين طريقة التفكير عشنا مع كل المدربين اكتر من اي حد حققنا بطولة افريقيا اكتر من اي حد فلما بنتكلم بتكلم لينا نازرة لينا مواقف مرنا بيها فهنا لا تقبل الحلو وتقبل النقد لان كل البرامج في مصر مين في مصر ومين مواقع ما كتبوش اللي طرق حامل يبقى موجود في المنتخب وده ما ينفعش وجينا على مصلحة منتخبنا اللي احنا نسكت لكن كتكلمة الحق هي الاعلى النهاردة في نادي الزمالك سؤال لرئيس مجلس دارة نادي الزمالك والامير مرتضى منصور والطرق حامد نفسه هل حد سأل وانت اخدت بطولة افريقيا مع نادي الزمالك هتقول ده بيعرق كل مباراة وبيكسر الدنيا قولا واحدا ما خدش بطولة افريقيا اخد كونفيدرالية والسوبر البطولة الاهم ما خدهاش يبقى القيمة التسوقية اقل هتجي تقول لي بيموت نفسه كل المباراة ده طبيعي جدا بتلعب في نادي الزمالك لازم تخرج من المباراة الحداشر والتغييرات انت شرتي بيتعصر رجولة وجدعانة لكن ما اخدش بطولة افريقيا بنتكلم في ايه قاعد اهلا وسهلا ما قاعدش برضو اهلين وسهلين هي دي فانا مبسوط جدا من من ادارة الزمالك في الموضوع ده خلص ما انت خلي بالك في مثلا اسم كبير جدا في الاهل وفي الزمالك وحققوا نتائج واركام الخطيب كان او كابتن حسن كان ايكونة في الكورة حسن شحاتة او كابتن حسن كان ايكونة كابتن فاروق ايكونة في الكورة في نجوم كده مختار مختار انا ما حفز الالقاب بقى اسماء رنانة احمد رمزي ابراهيم يوسف اسماعيل يوسف اسماء هاعد عايزة خمس ست ايه بطلوا ولا ما بطلوش نادي الزمالك افل ولا كمل طريقه كمل فهنا يقعد بطريقتك انت وباسلوبك انت وتقعد معا فين الدوري العام واحد اتنين قعد كل ده دوريين وكل مدة كبيرة وتخلق عند جماهيرك جملة احنا عايزين الاداء مش مهم البطلات لا لازم انت كمان تغير من ثقاف لازم البطلات قبل الاداء لازم الفوز قبل الاداء جا وقت كتير بالمناسبة هي دي الحقيقة ان ماشي على سطر وتكسب ماتش تعادل ماتش تخسر ماتش ارجع اكسب ماتش البطلات مش كده بنفس اللاعبة دي فبالتالي مجلس زارة نادي الزمالك من وجهة نظري في قصة التجديد عنده حق بنسبة مليوم في المية فهنا قصة طريق حامد تلعب تقعد في نادي الزمالك باسلوب وطريقة نادي الزمالك بتحب النادي روح امدي عاشق للنادي روح امدي ثم تفاوض ليه هقمتها لو حديت جنيه عشان احنا فيه شوية عاطفة بس كده لو حديت جنيه وانت عملت الاسلوب ده قالوا يا استاذ مرتضى انا جايلك النهاردة ايوة امير انا جايلك النهاردة ايوة مجلس الادارة انا جايلكو النهاردة ليه عايزة جديد اقعد في نادي فهروح لما امدي وامشي سلاموا عليكم وامشي لو انا طالب عشرة والله هتاخد اتناشا ليه علشان فيه مواقف تكبرك تعززك تخليك كبير وانا مش عايزة اتكلم عن نفسي عشان فيه سبع تمن لعيبة كانوا نجوم مصر نجوم مصر بدون منازع بكلمكم عن افضل تاريخ او من افضل الاجيال في تاريخ الكرة المصرية جمهور الاهلي كان بيقعد كده جايب مخدة وقاعد نايم عارف اللي البطولات جاي وخلي اي حد ينقشني وحافظ التاريخ صام بالمباريات وبالثانية وبالساعة ليه التوفيق جا من اللعبة كان بتروح حرف ايمة النادي اللي هي موجودة فتروح والله حتى لو اعارف مش كله في العبة مكادش تبقى عارف تمدي وتروح حلعب فين اكتر من النادي الكبير العظيم ده فانت لازم لما تعمل كده رسخت مبادئ عند الولاد الصغيرين رسخت مبادئ عند الصغير لما يطلع هيبقى نفسي يبقى زيك واخلاقه تبقى زيك ويمدي على بيات زيك لكن اروح وانا مش واخد حاجة وخسرها انو خارج من طولة افريكا مش عايز اعد ما تعدوش مع حد ده شارف ليك لتقطي تفاوض عن معنادي الزمالك هي دي الحقيقة في البعض بقاش عايز يتكلم عشان بيراهن اللي يبقى ضيف وبيراهن اللي هو مش فارق معاه او في بعض الانتماءات بتتدخل لكن والله بقول العدل اللازم يحصل بتبطل متاخدش زي خمسة وعشرين سنة واثنين وعشرين سنة كمان من دمن الاخبار قالك تفاوضنا مع مسلماني مش هتكلم على دي لان الرجل قريدي موجود مع النادي الاهلي اللي تستحق نتكلم عليه هنتكلم عليه قالك طري حامد ادعى الاصابة ورفض السفر للمغرب اقوبات يا فندم اقوبات يا فندم ده اللي انا افهمه ابو جبل عايز اتنين وتلاتين مليون جنيه اولا ابو جبل اخطأ في حاجة مهمة جدا بالنسبة لي اللعيب لما نجوميته تزيد لازم اللي حواليه يخلوه موضوعي هتقولي تبعاسته قوليه تقلقته مصر كلها تكلمت عليه والمشهد انت بتبقى حاسه كلاعب من بعيد لبدخل لشهرة لكسر الدنيا بقى الاسم بتردد في كل حتة وصلت لحتة كويسة لازم يجيلي تقل لكن مش افتح برنامج سياسية لقيك افتح برنامج رياضية لقيك افتح برنامج اجتماعي لقيك كمتك في تقلك كمتك في تقلك لما انا روح يبقى انا مش مصدق اللي انا فيه بالشكل ده حتى وانا عارف الارقام اللي بتتعارض كلها بالعكس اللي اهم من الفلوس اللي انا فكر فلوس وببصص تحت رجلي اللي انا ابص في قمتي اناقي برنامجين بس وشكرا قافل لا مش عايزها خلاص هتكلم اقولي تاني ما انت هتطلع هنا هتطلع هتقول هنا مش هيجيبولك اسئلة من السماء يعني فمعروف هيتقال ايه فابتدى ده بيعمل عدم تركيز كرة القدم لازم يبقى زهنك حاضر طول الوقت هلا ابو جابل في كاس الامم هو مجموعة تانية من اللاعبين في الاهل وفي الزمالك لما رجعوا من المنتخب اب ولا داون انتوا اللي حتجاوب مشان فلازم تراكز ده كان موضوع مش عجبني اول مرة اتكلم فيه اتنين وثلاثين مليون رقم مبالغ فيه لا لاعب في مصر يستحق تلاتين او اربعين مليون جنيه ده رأيي وده وجهة نظري انا دي ارقام مبالغ فيها جدا وده رقم مش موجود وما فيش تقييم لي مبدال على فكه ايسو التوقيت اللعب ما انت لازم تلعب تلعب وعدد اخطائك والعب تد ايه وتدريباتك فيه تقييم تاني خالص للارقام دي اشتغلوا بالتقييم وكل الاندية لو اشتغلت بدا هتلاقوا ما فيش حد هياخد اكتر من تسعة ولا تمانية مليون جنيه ده اللعب التوب لكن فيه بعض الاندية هي سهمت في الارقام تروح لكل الكلام ده كل قالك بن شرقي بيتهرب وخلاص مش عايزه ما قلنا الكلام ده من بعد مش مركز مش عايش الكورة وعندي تفاصيل كتير قوي استحي اللي انا اقوله على الشاشة ده ما نوت بها بقى دورة نادي الزمالة كان لتدور لكن لعب مش مركز مش موجود في المباراة مش هو مفيش اسرار مفيش عزيمة مفيش الواحد على واحد مفيش الباور حركات كلها بطيئة في اللعب تفكير بطيء فينش وحش اداء سيء والغريب المداري بيبقى شايف ولعبه في المباراة وكمان بيبقى زعلان هو خارج في احد المباراة اكتر من مباراة بيجيب المحترف اشتركوا في القناة